معرض الكتاب هو واحد من أحب وأهم الأحداث اللي ممكن تكون بتحصل في مصر وإذا كان معرض الكتاب في أي حتة في الدنيا وشاء العلي القدير إن أنا بقى مموت فيها تلقيني بحضر أو الله العظيم وأنا كنت دايما أحكي أقول أنا معرض الكتاب حبي وقصتي معاه بدأت يعني من ونها تقريبا عن داربعة خمس سنين والسبب هو أمي بالتحديد يعني هي اللي كانت تخدني توديني معرض الكتاب معرض الكتاب في أرض المعرض في الزمالك معرض الكتاب في أرض المعرض في مدينة نصر وهكذا حتى صرته كهلا يعني داخل الشهر الجاي على 49 إذن خليني أرحب جدا وبشدة باق الرجل المسؤول عن معرض الكتاب المصري دكتور أحمد بهاي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب إزاكا دكتور؟ عمل إيه؟ إيه الأحوال؟ كله تمام؟ معرض الكتاب السنادي تحديدا يختلف إيه عن معرض الكتاب السنة اللي فاتت اللي كان الحقيقة نجح جدا يعني عملت إيه السنة دي؟ الحقيقة معرض الكتاب تاريخ والتاريخ ده ما ينفصلش عن مصر أبدا مصر حضارة تاريخ تطور معرض الكتاب هننا متكلم عن 55 سنة سنة 69 حقيقة كنت لسه بتقول الزمالك ومدينة نصر وبعدين أرض المعارض الجديدة أقدم معرض في المنطقة العربية واحد من أكبر المعارض الجماهيري عالميا بالمناسبة هو الأول جماهيري على مصر العالم لا أكبر لا مفيش معرض يدخلوا 3.5 مليون زائر غير معرض يقرر دول الكتاب ده حقيقي وده يضحط شائعة أن الناس بطلت تقرأ الدورة الماضية صاحبتها أو قبلها في نفس التويت اللي احنا فيه وجدنا كثير من الشائعات التي كانت تتداول والحقيقة كانت شائعات مغردة وأحيانا كانت مقصودة من قوى الظلام اللي بتحريبنا طول الوقت واللي قالت أن الناس مش هتقرأ ومش هتشتري كتب فيكون الإقبال الجماهية على الدورة الماضية غير مسبوك منذ سنوات طويلة مضت الإقبال على شراء الكتب غير مسبوك منذ عشرات سنوات حتى في طل الظروف اللي الناس بتحاول أنها تدعي أنها موجودة ثم معرض الكتاب يصبح نافذة مصرية دولية ثقافية لكتاب ومفكرين من مصر ومن خارج مصر وده اللي شجع الحقيقة